بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم طار الزيان والنهاردة هنشرح حتة بسطة قوي في الورد والإكسيل او في الورد خلينا نتكلم في الورد اوفيس الفين وسبعة والفين وعشرة وتلاتاشر وستاشر تنطبق بس على اللي احنا قلنا عليهم لكن الفين وثلاثة حاجة تانية مختلفة شوية نفضل ح Tongami سر بنصبح سرة لتنطبق Solar when it represents www 경em flip op up on sun shining y bar in cotech. definiteliyan مع إجنال سابقات تحول الأرقام الكلمية على اللغة الجديدة او او when we got post a lot in Word الورددي او او selan of the token Tariq وبركاتنا يعجبها اي معтив الإنجليزي بها something called tarp وكتبت هأي مكتوب الاي مكتوب بالإنجليزي طب لو عكستها تح expectations and makeала Arabic andoppout طريق وفي الارقام انجليزية ود kombin "? ados مالس ونزل تحت شوية هنا تحت لحد ما خلق على حاجة اسمها show document content وادخل على المثال هنا عليها موجودة عربية هذا معناها ان الارقام اللي قدام ديت هي ديت المعترف بها قدام الورد انها دي الارقام العربية ودي حقيقة ناس كتر متعرفاش ان الارقام اللي هي بالشكل انت شايفرونه ده كده ونحن نقول عليها الارقام الانجليزي لا دي مش الارقام الانجليزية دي ارقام اساسا هي دي العربية دي ارقام نحن العربية لكن ارقامنا العربية اللي هنستخدمها الواحد والاتنين اللي باصعليه والتلاتة ومشعارن في الكلام دي كله دي اصلا ارقام في الأصل هندية مش عربية يعني احنا ارقامنا العربية هي الارقام الغريبة اللي هي دي عمال نحن ندخلها ان نجليزي دي دي الخامسة او الانwertى يظون ان ان نرى!". هذا ركما عربي مفروض ان هذا ركما عربي مفروض دي خمسة وخمسة وانتين افتن واربعة واحد اثنين يعني ده شكل عربي بتاع الارقام لكن الشكل اللي سنستمره هو الشكل الهندي فعادة، كنا سنستخدم هنا و هو النوميرال العربي فظهر له الشكل ده و قمت بتحسيه الهندي و حينما عملتها يظهرت إلى الأرقام نحن هذه الأرقام بالعقبة نصدر أصلا في الأصل الشكل هندي و الشكل الحديث هو الشكل حينما عملتها يظهر بالعقبة حينما كنت ستحوله بالشكل العربي الهندي افرد انا اريد اكتب تيكست او نص عندي في الارقام عندي في الدوكومنتاتي وفيه كلام اريد اخلي ارقام بالانجليزي وشوية بالعربي لو انا كاتب كلام بالانجليزي زي كلمة طارئ كده مفروض اللي بعدها بقى انجليزي ولو كاتب طارئ بالعربي يبقى اللي بعدها بالعربي اريد اعملها كده بدخل على فايل وابشنز برضو تاني وادفانسد لحد ما اروح لشو دوكومنت كونتن الآن اجعل дов jakieś تيكست أجول اقوم بصنا هل واخترت عربي سيظهر الارقام بالانجليزي اصل معني في التقض honest سيظهر الارقام العربية لاحقا عليها لو اخترت كونتنبي ق скоро عقام علي الحساب الهرجة لو كاتب قبلها كلمة إنجليزية بسيظهر الارقام بالانجليزي لو لو صعدت الق 해도 من الفتاح بها لانجليزي بسيطان اعرض لن فنقرب كلمة العربية الكلام 여러ậy ف困ط الاخرطة عمل هو العربية العربية عربية ايني هنا انا كنت عمل كبورد انجليزي بعمل الحروف الانجليزي لو جئت تحت هنا الكبورد انجليزي لو عملت الكبورد عربي هيتحول معي يبقى جينا تاني قلنا فايل options advanced show document content اخليها context كده يكون درس النهاردة انتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة